بسم الله وعلى بركة الله نستأنف جلساتنا العلمية والأمر يتعلق بالجلسة العلمية الثانية إن شاء الله وتعالى والمعانونة بالتجديد والتقصيد في علوم القرآن والسنة النبوية وننتقل إن شاء الله تعالى إلى مداخلة أخرى والأمر يتعلق بالطالب الباحث شيماء فاخوري وهي جامعة الحسن الثاني بالمحمدية بالمغرب وهي باحثة قلت بمركز دكتوراه مجالات مجتمعات ثقافات وحدة الفكر الإسلامي المغربي الخصائص المنهجية والتحديات المعرفية جامعة الحسن الثاني كلية الأداب العلومي الثاني بالمحمدية بموضوع عنوانه نظرية الإمام الشاطبي من مقصد الإفهام إلى صياغة أصول لفهم الخطاب القرآني بدعم من المركز الوطني للبحث العلمي والتقني مداخلة الأستاذة أو الطالبة الباحثة موضوع تقصيد تجديد علم التفسير تقصيد تجديد علم التفسير مقاربة منهجية فلها الكلمة مشكورة فلتتفضل بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد تقصيد التجديد كيف نولي التجديد قبلة يرضاها المنهج وترضاها المعرفة لعلنا جميعا في هذا الملتقى نقلب وجوهنا ذات اليمين وذات الشمال في سماء المعرفة وسؤال التقصيد سؤال القبلة باسط في أذهاننا ذراعيه بالوسيل إن التجديد فعل مشروع إذ لكل أمة الحق في تجديد تراتها لتحقيق ما ينسجم مع واقعها وما تجديد العلوم الإسلامية إلا ظاهرة صحية تدل على نشاط العقل الإسلامي ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مئة سنة من يجدد لها أمر دينها وفي ذلك إيدان بعقل إسلامي دائم الحركة ودائم التوليد ينفعل بالقرآن ويتفاعل مع الواقع ولكن لأن التجديد فعل إنساني والأفعال الإنسانية إنما ترتبط مشروعيتها بالجدوى وما يقول إليه الفعل من نتائج كان تقصيد التجديد أولى من التجديد نفسه وكان أداء شعيرة التجديد رهينا بتوليته شطر قبلة تصح عندها مناسكه وأنا اليوم إذ أروم تقصيد تجديد علم التفسير أتساءل ما السبيل ليحقق العقل الراشد التجديد القاصد إن تقصيد التجديد رهين بالإجابة عن أسئلة منهجية تتضح بعد الإجابة عنها ما هي التجديد القاصد وتتحدد هذه الأسئلة في مفهوم التجديد طبيعة فعل التجديد دوافع التجديد وغاياته ثم الآلية التي ينبغي أن يتم عبرها هذا التجديد هذه الأسئلة تتداخل وتتشابك فيما بينها لتنسج معالم التجديد القاصد وبناء على ذلك يكون منطلق تقصيد التجديد أو تقصيد تجديد علم التفسير هو تحديد مفهوم التجديد وطبيعة هذا الفعل أولا فما مفهوم التجديد؟ سؤال المفهوم لا يمكن أن يجاب عنه إلا إذا وقفنا على أوجه الاتصال والانفصال بين مفهوم التجديد وما يجاوره من مصطلحات حتى لا يجور مفهوم التجديد على مصطلحات تقاربه في المعنى وحتى لا تجور هي عليه ولعل من أبرز هذه المصطلحات مصطلح التحيين ولإضاح الفرق بعجالة بين المفهومين أقول التحيين من الحين والحين وقت من الزمان وعلى ذلك يكون التحيين هو جعل الشيء حينيا أو آنيا أي تكييفه لوائم الظرف الزمني فتحيين العلوم معناه مراجعتها وفق ما يقتضيه الحين أو الواقع أو اللحظة دون مساس ببنية العلم بينما التجديد هو غير ذلك تماما لأن التجديد من الجديد والجديد في اللغة ما لا عهد لنا به ولذلك يكون التجديد هو إعادة هيكلة معالم الشيء لا ملامح معالمه فقط فتجديد العلوم إذن هو إعادة النظر في بنية العلوم أي في الأجهزة المعرفية للعلوم وأقصد بالأجهزة المعرفية المصدر المعرفي للعلم المنهج المقصد ومن ثم النتائج وعليه فإن داعي التحيين هو سلطة الواقع بينما داعي التجديد مصدره العلم نفسه حين يبوحه بخلل في جهازه المعرفي أما عن طبيعة فعل التجديد فالتجديد فعل وسلي ومعنى ذلك أنه ليس غاية في ذاته وإنما هو وسيلة إلى غاية ورغم أن هذا معلوم وواضح إلا أن الممارسة التجديدية كثيرا ما يصيبها للطراب فتنطلق المحاولات دون تحديد الغايات وأن نجدد علما أو حقلا معرفيا دون مسوّغ معناه أن نصف دواء لغير معتل ولما كان التجديد فعلا وسليا كان تحديد دوافعه وغاياته تقصيدا له لأن الدوافع والغايات هما عقرباء البوصلة التقصيدية ولذلك فإن كل تجديد يمارس دون تحديد الدوافع والغايات هو تجديد قد يعبث بالمجال المجدد فيه فيشوه معالمه ويربك تفاصيله أما عن سؤال الآلية فأقول إن كل محاولة تجديدية للعلوم لا يسبقها تحديد للآلية التي يتم وفقها التجديد هي على الحقيقة ممارسة تخريبية وتغريبية للعلوم لأن الممارسة التي لا يحكمها قانون هي ممارسة عشوائية لا يمكن أن نستأمنها على العلوم وقد مر معنا أن التجديد هو إعادة النظر في الجهاز المعرفي للعلم وبناء على ذلك فإن آلية التجديد هي كيفية إعادة النظر في عناصر هذا الجهاز والتي هي المصدر والمنهج والمقصد والنتائج وباعتصار واختصار أقول إن تقصيد التجديد هو عملية تضبط الفعل التجديدي وتؤثره وتوجهه لتضفي عليه المشروعية حيث يقصد الفعل التجديدي انطلاقا من ضبط الماهية والمفهوم والغاية من التجديد عموما وتقصد الممارسة التجديدية بعرض العلم على مقاصده ومراجعته في ضوئها ليحقق انسجامه الداخلي وبالتالي نتائجه المنتظرة ولأن المقال لا يتضح إلا بالمثال فإني سأنزل هذا الشقة النظرية التأسيسية لمفهوم التقصيد على علم التفسير أو تجديد علم التفسير وأول مرحلة في تقصيد التجديد هي سؤال الجدوى وسؤال الجدوى مركب من شقين اثنين الأول معقولية دوافع التجديد والثاني مشروعية غايات التجديد فهل لتجديد التفسير دوافع معقولة؟ وهل لتجديده غايات مشروعة؟ للإجابة عن هذا السؤال نعمق معا بعد الإشكالات القائمة حول هذا العلم إن لفظة تفسير وهي اسم هذا العلم تحمل بين طياتها دلالة الكشف والإيضاح والبيان وورودها مسندة إلى القرآن يبعث في الدهن حقيقتين لا تنسجمان مع علمية التفسير الأول نسب الغموض إلى القرآن الكريم والثاني إضفاء نوع من الإطلاقية على نتائجه لأن ما يتبادر إلى الذهن حين سماع تفسير القرآن هو أن ما تولد عن المفسر هو عين المراد الإلهي وقد أشرت في المقدمة المنهجية التي صدرت بها هذه الورقة إلى أن التجديد هو على مستويين الأول تقصيد الفعل التجديدي بإيضاح ماهيته ومفهومه والتأكد من مشروعيته والثاني هو عرض هذا العلم على مقصده لتقويم باقي عناصر جهازه المعرفي وفق ما يقتضيه المقصد فكيف نعيد مراجعة علم التفسير في ضوء مقصده؟ يمكن استشفاف مقصد علم التفسير من اسمه ومن خلال ما وضع له من تعريفات فالمنشود من علم التفسير هو فهم ما قصده الله عز وجل والكشف عن المعاني القرآنية المطلقة في حين أن الموجود هو الاستمداد النسبي من النص إذ لا يمكن الجزم أن ما ذهب إليه المفسر هو عين المراد الإلهي ما يعني أننا أمام علم تخالف نتائجه مقاصدة فما مرد هذا الخلل في الجهاز المعرفي لعلم التفسير؟ إنما لا ينتبه إليه أننا حين الحديث عن علم التفسير إنما نتحدث عن علمين اثنين دم جامعا في علم واحد هما علم فهم القرآن وعلم الاستمداد من القرآن وقد بدأ أن الإمام الحرالي كان واعيا بذلك حين قال قوم شغلهم عن فهم القرآن تفسيره فميز بين الفهم والتفسير أي بين مرحلة إدراك المعنى الإلهي المطلق ومرحلة تفسير القرآن بالسقف المعرفي والشرط الزمني للمفسر إن مرحلة فهم القرآن هي مرحلة شبه غائبة في تراتنا التفسيري إذ يتم تجاوز مرحلة الفهم إلى مرحلة الاستمداد مما يحدث اضطرابا في عملية التفسير بمزاوجته بين مقاصد عملية الفهم وآليات مرحلة الاستمداد ولذلك فإن إعادة بناء عناصره عناصر جهازه المعرفي لتتوافق مع مقصده والذي هو اكتشاف المعنى المطلق هو الحل إن المصدر عنصر أساسي في الجهاز المعرفي لكل علم علم ما يجعله من أولويات المراجعة والتجديد ومراجعة مصادر العلوم تحصل بالتأكد من أن المصادر التي يستقي منها العلم مادته هي المصادر التي ينبغي أن تكون مصادر فعلية لذلك العلم وفي خطوة تالية أن يتم التمييز في هذه المصادر بين المصادر الحقيقية للعلم والمصادر الملحقة حتى لا ينزل المصدر الملحق منزلة المصدر الرئيسي ومصادر علم التفسير كما حددها العلماء هي القرآن الكريم والسنة النبوية وأقوال الصحابة وأقوال التابعين واللغة وعلومها والناظر في هذه المصادر لا بد وأن يراوده سؤال محوري إذا كنا ننشد من علم التفسير فهم حقيقة المعنى المطلق لا مجرد الاستمداد النسبي من النص فهل تؤدي هذه المصادر الغرض؟ في الحقيقة إن الملاحظة على هذه المصادر أنها جلها تتسم بالنسبية وهذا ما يتعارض مع مقصد استكشاف المعنى المطلق الإلهي لأن النتيجة المنطقية للاستمداد من مصادر نسبية هو استكشاف معنى النسبي محكوم بثقافة تلك المصادر النسبية وبشرطها الزمني وسقفها المعرفي ولذلك فإننا إذا كنا ننشد من علم التفسير فهم المعنى الإلهي المطلق فإن ذلك يستدعي اعتماد مصادر تتسامى على الواقع ومؤتراته والمصدر الوحيد المتسامي على الواقع هو القرآن نفسه فكيف يفسر القرآن القرآن؟ أي كيف يكون القرآن مصدرا لتفسير القرآن؟ مثالا على ذلك أقول إننا عادة نفسر القرآن باللغة العربية ولا ننتبه إلى أن اللغة العربية هي مدخل لفهم القرآن لكنها لا تعد أن تكون مدخلا فهي مصدر ملحق لعلم التفسير لا مصدر أساسي لأن فهم القرآن يتجاوز شرط التمكن من اللغة العربية إلى شرط التمكن من لغة القرآن نفسه فلغة القرآن تتوحد مع لغتنا العربية في الجهاز لكنها تخالفها تماما في الإنجاز وهو ما أشار له الإمام الحرالي حيث قال اعلم أن بلاغة البيان تعلو إلى علو قدر المبين فعلو بيان الله على بيان خلقه بقدر علو الله على خلقه ولذلك فإن علم التفسير أو مرحلة الفهم التي نروم فيها استكشاف المعنى القرآني المطلق تستلزم اعتماد مصادر تتسامى عن الواقع ومؤثراته حتى وإن كان هذا الواقع هو عصر الرسالة وذلك هو العلو الذي ينبغي أن يعلوه القرآن على الواقع الإنساني كله يقول الشيخ الحرالي إن للقرآن علوا من الخطاب يعلو على قوانين العلوم علو كلام الله على كلام خلقه ومما لا شك فيه أن مراجعة علم التفسير ومصادره في ضوء مقصده ستسفر بلا أدنى شك عن إعادة هيكلة المنهج الذي يتوسله هذا العلم في بناء معارفه وأنا وإن كنت لن أحدد المنهج الدقيق الذي يفترض أن نتبعه فإن ذلك لن يثنيني على بسط بعض معالم المنهج الجديد الذي يفترض أن يكون قانونا لعلم فهم القرآن لقد اتضح مما سبق أن عملية الكشف عن المعنى القرآني تقتضي تسامي المصادر المعرفية عن الواقع ومؤثراته حتى يحافظ المعنى القرآني على إطلاقيته ولتحقيق ذلك لا بد أن يكون المنهج في مرحلة الفهم بنيويا أي منهجا ينظر في ذاخل القرآن وفي تقافة القرآن إذا جاز لنا أن نقول أن للقرآن تقافة أو بتعبير أدق بلغته وبرؤيته المعرفية فينظر إلى القرآن على أنه نسق لغوي مغلق على ذاته له لغته الخاصة له صياقه الخاص له منهجيته المعرفية له رؤيته الخاصة للكون لا يفتح هذا القرآن أثناء عملية الفهم لكنه يتجاوز هذا المنهج البنيوي في مرحلة الاستمداد لينفتح على خارجه ويتفاعل مع الواقع الإنساني ويستجيب للواقع حين ممارسة الاستمداد النسبي للنص لا حين ممارسة عملية الفهم ومما لا شك فيه أن تقصيد تجديد علم التفسير سيسفر على تقويم نتائجه بحيث لا نصطدم مجدداً مع فكرة تعدد المعنى القرآني لأن الأمر حينها سيكون تعدد استمداد من المعنى القرآني لا تعدد معنى فالجدوى إذن من تقصيد علم التفسير هي إقامة هذا العلم وتقويمه في ضوء مقاصده لاستكشاف المعنى القرآني المطلق هذا المعنى الذي يستمد منه كل شخص على قدر تقافته ونمطه الإدراكي دون أن تنسب محاولات الاستمداد هذه إلى القرآن ودون أن تفترق عليه لأن الاستمداد النسبي من القرآن لا ينسب إلى المعنى القرآني ولكنه ينتسب إليه ولن أقول خاتما سأقول فاتحة إن الرؤية الإسلامية قائمة على مبدأ تحديد النية وتقصيد الفعل في الشعائر وفي الأفعال كلها قبلة في الصلاة وأشهر معلومات في الحج وأشخاص محددين في الزكاة ونية في الصيام ولذلك فإن التقصيد عبادة يفترض أن تأم كل الأفعال الإنسانية لتتحقق فيها المعقولية والمشروعية وعليه فإن تقصيد العلوم الإسلامية يجب أن يقوم على تقصيد الأفعال وتفعيل المقاصد فالمقاصد قبلة المجتهدين المقاصد قبلة المجددين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلاة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة ترجمة نانسي قنقر